بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونسيعة أعمالنا من يهده الله وفلا مضلله ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الرسول القضاء الناس لابد لهم من قاضي حتى يقضي بينهم لكن إذا كان الإنسان يعرف الذي له والذي عليه ويؤدي ما عليه ولا يتعد على الغيب هذا لا يحتاج إلى قضاء نعم محمد لله تقلل القضايا عندما هو ملتزم بالشرية أما إذا كان غير ملتزم وكذا تكثر القضايا نعم تولي القضاء القاضي الآن يكفي أن يكون من أجر القاضي أنه في الجنة لأن بعض الناس يعني يقول لا قاضيان في النار طيب وعندنا قاضي في الجنة إذن يكفي في فضل تولي القضاء أنه في الجنة هذا فضل نعم نعم لدينا أولا حدود ولابد من جنايات جنايات أولا يجني يسنع شي قتل سارقة شرب خامر وما إلى ذلك نعم هذه الجنايات يعني تعدي أولا حدود فالمحرمات التي تشتهيها الأنفس جعل لها عقوبة فجعل لها الله سبحانه وتعالى لما يجعل لها عقوبات حدود يعني لكن اكتفى الله سبحانه وتعالى في هذه أن النفس لا تشتهي يعني الطبائع البشرية لا تريد هذه الأشياء نعم هل أين أن أتشتهي في البشرية أن يكون هناك أفتحة أن يكون هناك أفتحة أن يكون هناك أفتحة جدية؟ مثل أكل الخبائط نعم هل يمكن أن يكون هذا الناس بشكل طبيعي يأكل خبائث؟ موجود؟ لا، لا يمكن، لماذا؟ مع أنه أكل الخبائث ليس علي عقوبة هنا عند القاضي، ليس علي عقوبة محددة شرعا، لماذا؟ لأن الوازع الطبيعي يمنع الإنسان من أكل الخبائث، نعم موجودة حجم سوى عندما يوجد من كل شيء ع بالخبائي، يجب أن تخفيه كل شيء عجميا، ولكن في أجل الحقيقة الموجودية، فلغم في التعليم الأموداء الله في الأجل، فلغم بها يتفون شيء بالخبائي، نعم حتى حِرَاناً، يسألون بأكل الخبائث، نعم فما أخبأ شيء طبيعي وهي أنا خبائت فى أخبأ؟ نعم وذلكummer واحدة أخبأ أخبأ؟ لدينا أم بخبائت من ما قد؟ أخبت أخبائت فى أخبت أم نعم نعم الخامر أم الخبائل نعم فإذا عرفت الأم تعلف الأولاد نعم والله وضع الخامر لخيل لفارس وقبت أن تشرب منه ما أراد تشرب منه لأنه خبيل نعم نعم هم نعم فإذا كان يتخرف أين نحن أين تشرب منه هذا البحيد من الأمام فإذا للمساطة هناك أشياء يعني يعني يبع بعض الناس هنا في أفواهي أفواهي المهيم 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 نعم أنا لا أعرف الاسم نعم نعم منشيان يبعونا مع ، لعم هذه الشجرة وهي خضراء لا يقربها شيء لا من الحيوانات ولا من الحشرات ما يقربها؟ نعم والله وهي خضراء هذه الشجرة وهي خضراء ما يستطيع أن يأكل منها كائن حي وهي خضر لا الحيوان ولا الحشرات نعم 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 ويجعلوها في مكان حتى تنتن ويضع عليها إشياء حتى تصبح يعني أنت ما يكون ثم يضعوها في أفواب سبحان الله لو يضعوها خضراء كان أحسن لكن يجعلوها حتى تنتن نشأ الله عبسي نعم يكون في عبون يعني نعم بعد ما هو في هذا المشكلة تصبح أمود وكهال من الأحسن يحنون من يحب المال هل يحب المال الذي نرحتها إلى أحسن ويجعل الأحسن وتصبح الأحسن ويترونه بحقًا ويجعلوها في المجال تعالى ان امود ت hovering بإقرار حتى أكثره هل مجال أن تفقّن هذه الأحسن لا تنسون الوقت هل جاء أن تكون لميرا هل كان لك سيكون من أحسن وكهو هذا الوقت أحسن كن نعم ومع هذا ضياع أموال مع أكل الخبائث وشرب الخبائث أيضا ضياع المال فإذا وجدنا أناس انقلبت طباعهم وأصبحوا يبحثون وراء الخبائث ماذا نصنع بهم؟ نرفعهم إلى القضاء القاضي ليس هناك شيء مقدر شرعا عقوبة لهؤلاء حتى يرتدوا عن هذه الأشياء فباذا نصنع القاضي القاضي هنا يلجأ إلى التعزير يعني يعزرهم بما لا؟ بعقوبة لكن دون عقوبة الحدود نعم يعني مثال الآن لو عندك دجاجة وبدأت هذه تأكل أكرم كالله العذرة خلاص عذرة الآدم فماذا تصنع فيها؟ لابد تحبسها وتعطيها الأكل الطيب حتى تعتادها الطيب تخرجها هذا في الشرع نعم في هذا الجانب، ولا تحبسها وليس كبيرا خلاص لأملأ مثل هذه القضاء ما تذكره لأعمال هذه القضاء؟ فماذا تكونون على القضاء وإما هذه القضاء تحبسها خلاص تحبسها فإن تحبسها كيف تحبسها وليس إنه يمكن أن تحمسها وهذا مثلو يعزر يعني يحبس في مكان حتى اعتاد أكل الطيب هذا من التعزير هنا لهذا أن يحبس نعم 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 كذلك هنا في القضاء شهادة تحمل الشهادة واداء الشهادة نعم وجاها في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فشهد ما تشهد إلا على أمر تثق من مئة بالمئة واضح جلي مفهوم نعم نعم والله أعلم صلى الله عن النبي ومحمد وعلى الصحب والسلام الأيمان والنذور ليس حقا له القضاء يعني شغالة السيلة طيب الأيمان والنذور هنا نحتاج الآن بعد القضاء إلى ماذا عندنا يمين يشهد عليها صحيح نعم يؤكد ما تكلم به بذكر معظم لديه صحيح وإذا كنت تعظم هذا المعظم ماذا تصنع تصدقه صحيح الحالب أكد ما حلف عليه بما لا بذكر معظم لديه فإذا كنت تعظمه فماذا تصنع تصدق صحيح نعم وإذا كنت لا تعظمه لا تكذب نعم نعم إذاً، الحالب أكد ما حلف عليه بذكر معظم لديك. نعم. إذاً، حالب أكد ما حلف عليه بذكر معظم لديك. نعم. فعندنا الحالب أما يحنف بالله أو يحنف بغير الله. نعم. فالحالب بغير الله شرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. شرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. يحلف بالنبي، بالولي، بالصالحين، بالأمانة. يقول أمانة، يقول أمانة، يعني لأنه يقول لهذا يحلف بماذا؟ بالشي معظم، قال أمانة. هذا الحالب بغير الله، قول أمانة حالب بغير الله. أو يقول أمانة حالب بغير الله، بالأمانة. يحلف بالنبي، بالأمانة. صحيح؟ نعم، 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 عندما أمان؟ في المنزل من المنزل